ومحليا أكد المستشارة دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس أنواب أن القيمة الديمقراطية لا طالما مثل الضمانة جادة لمشاركة الشعوب في صنع واتخاذ القرار وترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي وفي كلمتي أمام الجمعية العامة المائة وثلثة والأربعين للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد أوضح جبالي أن البعض حاول قولبة ديمقراطية في أطر جامدة وفرضها على المجتمعات دون النظر للخصوصية الثقافية والمجتمعية لهذه المجتمعات وضفنا مصر صاغت رؤية وطنية في إطار معالجتها التصحيحية للخلل الذي أصاب الديمقراطية ترتكز على تعزيز المواطنة والمسوى بين كافة أطياف المجتمع